في الحقيقة المقبودات النقدية التي هي موجودة قدامنا هنا المقبودات النقدية أن البعض السؤال تُح² قائме على النظام الحسابات لدينا ما قمنا بنا Apa يعني لما حدث شمعنات كلمة مقبوضات نقدية هنا شمعنات النقدية يعني أي حدا بعطين فلوس وطلب مني سند قبض أنا بعمله سند قبض نقدي والسند القبض النقدي ما بيقبل إنه يقبض شكات والسند القبض الشكات ما بيقبل إنه يقبض نقدي ليه اللي قالك بدي تحط بيانات الشك ولكن جبنا لك حل وقالنا لك إذا في عندك زبون ده فعلك نقدا وشك وبده سند قبض واحد من أعمله هذا سند قبض واحد ولكن إذا أعطيك سند إذا أعطيك نقدا وشك هل بقدر أعمل سندين واحد نقدي واحد شكات طبعا تقدر تعمل عادي جدا ما عندك أي مشكلة تمام الآن هذا الإجراءات المقبوضات النقدية في عندها إجراءات هون زي ما أنتم شايفينها زي أي مستند أي عملية في إنشاء وتعديل الموافقة وطباعة وووو والآخرة السؤال ليش فينا موافقة هون هيا ليش فينا هون موافقة لأنه إحنا في عنا هاي هون هيا الموافقة لأنه بكون الطريقة الترحيل هي نظام الحزم نظام الحزم تستدعي إنا تعمل موافقة ونظام الحزم الباتشيز ما بتروح على الحسابات مباشرة واضح الكلام مفروض واضح الآن طبعا أنا لما بدأ إجاء أعمل سند قبض مثلا نقضي وشكات بقدر أعمل أو تقدر تعمل سند القبض اللي هي المعالجة هذي آسف هذي المعالجة وهذه المقبوضات النقدية والشكات معا يعني الزبون أعطاني التنتين حالتين هذول نقضي وشكات بقدر أعملهم هذا سند القبض وعنده حرية أنا أتصرف طبعا ما بدأ ننسى اللي هو إيش المعالجة الشكات الواردة هذي كتير مهمة يا جماعة وأيضا معالجة الشكات الصادرة مهمة جدا وكل هذا تحت مين تحت نظام الحسابات تحت نظام الحسابات الموديول تبع الحسابات واضح يا جماعة طبعا كل شيء بمشي لإيش وفقا للصلاحيات بظل نأذكر فيها وفقا للصلاحيات وفقا للصلاحيات وفقا للصلاحيات تمام طيب هلا شوفينا أشياء تانية في عنا هون مثلا المقبوضات والشكات معا شوفي بقلبها هاتنا نتفرض شوفي بقلبها باجة بتطلع على هون شوفينا جماعة يا معا في عندك قائمة كتير كتير طويلة ليش كتير طويلة لأنه فيها هون طباعة مستند وفي هون تحويل لأنه فيها مستند قبض بشكل مؤقت سند قبض مؤقت موجود فيها وبعدين بتحولوا تحويل إلى مين سند قبض نهائي شوفينا عشانك فيه إجراءات كتيرة وفي عندك فيه إلغاء فيه تسوية الشكات كل هذا الشي لازم يا جماعة تعرفوا أنه هذا موجود متوفر في البرنامج فهذه هي إيش الإجراءات موجودة في البرنامج كمان في عندك المقبوضات بشكات زي ما أنتم شافين المقبوضات بشكات هاي موجودة قدامك هنا ومنعمل عنها شرح لاحقا شكرا